السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة الفيديو اليوم كما نقولوا اليوم الموعود شحال وننسنا في هاد النهار باش يجيني البنتخ ويسبغ لي الكوزينة ان شاء الله تعجبكم برك هذا ما كان نقول لكم تبعوا الفيديو حتى للاخر باش تشوفوا الغيزلتاتها اهنا في الصباحة كنت فرقت في الليل بنص الكبير وفي الصباح خرجت الكوزينة خرجت الطابلة الفخي جيدة خليتو تماما بسكرا حيغطوه برك هكا بانساشي ويعني كنت عارفو البنتخ نقيم ماشي كما احنا نسبغو ولا نمرمدو كامل الحالة المهم كان جا البنتخ بداي يسبغ لي انا واشدرت رحت لدارنا ديت ولداتي وحبطت لدارنا هكا باش نكون آلاز مام البنتخ يكون آلاز في الخدمات تاعو ومامانا يعني نقدر نوكل ولداتي نقدر نطيب لهم حليب نقدر يعني نكون معهم آلاز اهنا كالحقت حبيت نوري لكم هاد لابغوث هادية ولي في كاسيتي تاعها ونهضر لكم عليها بكل مصداقية يالبنت هاد لابغوث لا يدير حالة في الاستغرام في الفيسبوك في اليوتيوب واسمها وانستك تلقاوها عند اغاشوب اللي نخلي لكم كامل المعلومات تاعوا في صندوق الوصف وفي اول تعليق اللي راهي مهتم ما بسك بزاف منكم في تعاليق طلبتوا مني نهضر لكم على هاد لابغوث اليوم ما لحق الوقت باش نهضروا عليها شوفوا البنات كيفاش تستعملوها بكل سهولة يعني تقدر لوحدة وحدها برك تنشف شعرها هي تدير وحدة الحس كي ما سيشوار مش شي قاوي كي ما سيشوار يعني خفيف انا خليت لكم ديجا تسمعوه وتبروسيو بيها فاصل ما ما تسحقوا لابروسة ما تشدو سيشوار جاية خفيفة بزاف بخاتيك هكا الوحدة اللي ما عندهاش ديجان فيه ولا يتجبدو لها شعرها ولا ما تقدرش تدير بلاسي الحفافة هادي راح تعاونك وتسلكك بل بزاف هادي البنات نأكد لكم فيها ميل سين سنوات ماشي كي ما اللي راهم يتباعوا تعمل وات ولا ميل دو سن ميل سين سن جاية بزاف قاوية الغزولتة اللي تمدو طوب دو طوب هكو تشوفو هنا في النتيجة تاعها ومجبتو لها شمال يعني ضربت لها غيرها كاكزوج ضربت ولا ثلاثة وشفتو كيفاش ولا لها يعني كالحرير هادي يا وين ستيب هادي سعر تاعها نحطوه لكم هنا في الفيديو اللي المهتمة اكيد شوفو كيفاش تجي جي كبير الله يبارك فيها الكاتالوج ديالها تجي بيان امبالي في الكارتونة بزاف هيلة بخاتيك خفيفة كي ما كنت قلت لكم مليحة الشعرها كالخفيف تاني الشعر اللي عندها شعرها خشين ولا تاني بزاف هيلة شوفو فيها الان الوف منين تشعلوها منين تنقصوش فيها لا فيتاس ومنين تديرو لا فيتاس يعني افا في السخونة كامل هادي ميل سينسون وات نأكد لكم هي المخيرة فيهم كان يلي يشرو تعميل وات ونبعد تقول لك ما شي سخونة ما تجبتش مليح ما تنشفش المليح يعني هادي تعميل سينسون وات هي المخيرة البنات هاي اللي كاني نأكد لكم ونعاود على ميل سينسون وات ننصح بها البنات كل واحدة اللي راهي يحبه اون بغوص هكا سخونة وتجبت خيبية وتنشف الشعر كي يكون مشمخ بكل سهولة ومتعب كما والو ننصحك بوانستيب هادي تعميل سينسون وات اللي تلقوها عند اغاشوب اهنا يا وصيت الزوج هو يصور لي هاد المقاطع كان البنت خدر دو كوش تاع الفينيل ومبعده يديرنا دو كوش تاع الساتيني قولوا لي الى راكم مهتمين نوري لكم البياد انتع السبيغة نوريهم ملكم كما كنت قلت لكم دو كوش تاع الفينيل هادك الفينيل يدير وقيله 200.000 للبيدون في 25 كيلو والساتيني هي اللي غالية شوية بيدون صغير يدير 350.000 اهنا بسك الكوزينة تاعي كانت في الباج يعني صفرة لازم لها كات كوش باش خرجة شابة لو كانت في البلان بالك نسحقوه غير دو كوش ولا الماكسيمون تخوا كوش اهنا كان البنت خيسبة راجلي يصور لي هاد المقطع وكي وليت انا في الليل القيت الكوزينة تشعل الشعيل فغير ما نقعد معها البنت خ نهار كامل يعطيه الصحة يعني صح براجلي قالوا في نهار نكملها لك هكا هناني خرم اللي نقعد نستنى يومين ولا ثلث ايام اه ربي ان شاء الله يحفظوا ويقدروا اهنا هاي كيفاش خرجت صبغها لي بلان تشعل الشعيل وما كاش كيمال بلان في الكوزينة انا في الليل صبغتها في الباج بسك كي دخلنا لها الدار لقيناها ديجا في الباج سيبوخصا عاودنا لها انكوش في الباج قولناها اخر من اللي نعاودو لها كامل في البلان ما فينا المان لا لا ما كاش كيمال بلان لزيليمان ما نحيتها مش لبنات بسكولو كان نحيهم رايحين يديكالا والبيبان اللي عندهم هاد النوع تعالي زيليمان حيفهموا مقصودي لازم لهم مولاهم هو اللي يعاود يرجعهم منا وحنا كوم مولاهم يعني ما عنديش نمرو تاعو ديجا كمانديت عليه في الفيسبوك برك ما قدرتش نعاود نحيهم وكان نحيهم يديكالا وما كاش كون يرجعهم لي كيما كانوا سيبوخصا خليناهم البنت قالوا سيبا غراف يعني نسبغلك عليهم بلا ما نقيسهم لك بلا والو غطاء كلش بالبلاستيك وسبغ لي الكوزينا خرجت تولول تولول اهنا بديت في التنظيفات غدوة من دك اكيد ماشي في الليل بديت في هاد البلان دو تخافي بسكي طاح وفيه شي اقطاري هاد البابي هاد تخواتي اللي راني ديراتو في الفايانس كيف كيف بديت نبروصي فيه ونحك فيه بالحبل بسكي لازم له التنظيف ولازم له العناية سينا راح يتسبك ويبن فيه الوسخ جاي بزاف خاجي لهاد البابي هاده رغو انتو نقيتو كامل كين بلايس اللي طاروا من بعد نعود لنسقهم ان شاء الله في الشكل النهائي تاها ما حشتوفو كامل هادوك البلايس هاديك الباب الماغوني ما كانت مسبوغة صبغها راجلي هنا كان صبغها بخومي اغكوش من بعد زاد الهالة دوزيان زاد صبغ لي البيبن خرجو يشعلو ببيوضة تحت تحت البوتاجي وشوفو هنا يا هاديك الراحة النفسية كي بديت ندخل في القش تاعي ولا فليلك تخومي ناجي تاعي الفخيجي دا غدنيتو البلاستو نقي يشعل الكويزينياغ تاني عود دخلتها كانت تنقيقية تشعل بعد ما غسلتها معاكم في الروتين لي فات يعني النصائح نمدهم لأي وحدة راح تسبغ كوزينتها نقول لك السبغ السبقي في الغسيل يعني غسلي الكويزينياغ فخيجي دا غسلي معنك غسلي طابية توعك غسلي كلش باش كي جي البنت خرح تجيك حاجة خفيفة هكتني طواية غير اللارد ولا حاجة خفيفة وترجعي كامل دوزي دوزانك على النقاط انا هنا رحت سيقت الكوزينة درت فيها شوية على بيكاربونات وشوية على الخل قلت خير من اللي ندير لها سيدهم انسي يعني نجرب وراني شفت واحد اللي بخدوية للارض يعني تعال الكاغلاج تعال الادال دوسول ان شاء الله كي نشريه مبارتاجيه معاكم ونقول لكم الى يصلح ولا لا لا ما زال ما شريت وش على كل حال هنا يا بعد ما نطويت الارض سيقتها بديت نخسل في الدوزان اللي راح نردو في الكوزينة كيما الساعة هنا يا كنت مخسلتهاش مقبل بديت نخسل فيها بلا بلا من يعني نشمخها غير هكا بالحبل من الدي ومرغ ونبرك اهنا كيما شتو صبعي هادا كراهو يحرق ملو بخدوية تاع هاداك بغيلاكس هاداك اللي استعملتو مالفانشري فورس اكس برس هادا المرة قلت نجرب هاداك بغيلاكس شفتو بيبلي سيتي في تيليفيزيون قلت نجربوه على شلالة وهاي الثاني ببرك يحرقو اليدين يعني يهلكو اليدين مش غري يحرقو المهم خسلت هاداك الساعة بيان هاداك ساعة بزاف تسقسوني عليها يعني كان شراها الزوج كي كنا عرسان جدد هكا وقال كان عندنا سمانة ولزوج سمانات هكا كتاع الزواج اشرا هاداك الساعة لاسقى فيها كلش مشي انا خدمتها بزاف لي قالوا لي امتامي ما ديك ساعة انتي لي خدمتيها ولسا قتيلها الفراشط نقول لكم لا لا يتباعو هكا السعر تها او كي نيدي والله مش فيت عليه نطويتها كامل بلا ما شمختها من اللور هاداك الموتير مش مختوش وقاوت نشفتها باش نردها البلاستها الساعة بزاف مهمة في الكوزينة تعرفوا الادان تكونوا صايمين اه تعرف اوليداتك على قداش يخرجوا دفوانايا ننسى كامل الوقت حتى كي نشوف ساعة باش نتفكر باللي تيميم يخرج على 12 لازم نروحوا نجيبوه هاي لك هناك كانت 11 يعني من اللي نتوقي الى 8 ولا اكتر نتقبل بس كي بكرت النهار اللي يكون عندي شغل لانا نبكر ما نرقدش يعني ما يغرنيش كامل الشيطان نبكر على شغلي هكا باش نكمل بالخاف مع تاني وليداتي صغار هكو تعرفوا اللي عندها التربية لو كانت تقعدة راقدة حتى اللحداش راحا ياكلها البق بغي ما ياكلها البق لبنات من بعد كي تنضع الحداش تحير منين تبداها الفطور ووليداتها يبدا ويبكوا خالوطة منها ملها هي ما تستغل روحها من بعد كي ما نقوله تطلق روحها ما تقدر تمشي تشعرها ما تقدر تبدل حويجتها اللي عندها التربية لازم تبكر حتى بيد ما يكبر وليداتهم بعد ما ترقد وتستغل هاداك الرقاد مع الصبح بس كي قاع نحبو نرقدو مع الصبح يقدب عليك كامل نحبو نزيدو هاداك شوية ساعة وللازوج المهم هنا خصلت هادوك لازي طاجق كيف فرقتهم ما خصلتهم ما شعني وقفتهم بركمور الفوتاي في الصالون باش ما يطيحوا ليش وما يتكسروا ليش وعاودت ترديتهم ودوك تشوفو كيفاش عاودت ترتبت هادو ما ليزي طاجق عاودت تخصلت كامل البلارات ستفت الحالة شبحتها كما نقوله على حسب الدوق ديالي اكيد كل وحده ودوقها كاي اللي يعجبها كاي اللي ما يعجبهاش كل وحده كيفاش تلقى راحتها في الكوزينة احنا هاوليك الغزو يتعفينا لما صورت لكم شكامل الكوزينة باش نخلي لكم شوية سوسبنس صورت لكم غير هاد لو كوتي نقول لكم لحقنا لنهاية على فيديو تلاقاوا ان شاء الله في الروتين الجاي اللي نوري لكم فيه الكوزينة ما بقى لغين نقول لكم تهلا وفير وحتيكم تلاقاوا في روتينة جديدة ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة